السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم في قناة المهندسين الوطنيين. معكم المهندس حسين النفيسي. جولة جديدة من جولتنا من شاء الله تعالى في العاصمة الادارية الجديدة. منطية المال والأعمال والبرج الايكوني. لو انت اول مرة تشوف فيديوهاتنا ياريت تعملنا سبسكرا بل القناة. ولو انت تشاهدنا بالصورة ياريت. لا تنساش تعمل لائك للفيديو. هنشرح لكم الله تعالى منطية المال والأعمال. ومنطية البرج الايكوني حالا خلوكوا معها. قدام حضراتكم دي خريطة العاصمة الإدارية الجديدة اللي باللون اللبن دي كده العاصمة الإدارية الجديدة المرحلة الأولى بتاعتها 40 ألف فدان دي كده القاهرة ده طريق الدائر القديم اللي باللون لازرق ده كده اللي باللون البنبي ده كده طريق السويس المفروض الناس خلاص حفظت الخريطة طبعا عندي العاصمة الإدارية كلها 170 ألف فدان ثلاث مراحل دي القاهرة الجديدة اللي باللون الأصفر قدام حضراتكم ده كده ده الطريق الدائري الأوسطي اللي قدام حضراتكم باللون الأحمر ده كده ده كده الطريق بتاع المصار بتاع القطار الكهرباء اللي احنا عملنا عنه حلقة من يومين ثلاثة كده لو انت جاي من محطة عدل منصور واتروح للعاصمة الإدارية في خلال شهر 8 أو شهر 9 اللي جاي هيكون اشتغل إن شاء الله تعالى اللي قدام حضراتكم ده حديقة العاصمة ومدينة بدر ومستقبل سيتي ومدينة لذلك كده المدن المجورة العاصمة الإدارية الجديدة اللي قدام حضراتكم اللون الأغدر اللي في النص ده كده ده كده منطقة الحدائق المركزية أو النهر الأغدر هي في بطول العاصمة الإدارية بطول 35 كيلو متر طبعا 35 كيلو متر دول في 3 مراحل إن شاء الله تعالى عندي محورين رئيسيين المحور باللون الأزرق ده كده محور بنزايد الشمالي واللون الأحمر اللي تحت ده كده محور بنزايد الجنوب لو انت جاي من ده كده مسجد الفتاح العليم قدام حضراتكم ده لو انت جاي من القاهرة الجديدة اللي باللون الأغدر ده كده محور بنزايد بتخش عليه بعد كده تخش على الطريق الدائر الأوساطي وتطلع الكوبري عند كومباوند لا فيستا وسط مسجد الفتاح العليم بتنزل على طول بتلاقي نفسك على محور بنزايد الجنوب اللي باللون الأحمر ده إنه كده دلوقتي حاليا على الكوبري اللي بيعد طريق الدائر الأوساطي لو انت جاي من القاهرة الجديدة الايدينا اليمين اللي بيظهر بدأ يزهر في الصورة ده International كنا شرحناها قبل كده في اكتر من فيديو انشاء الله نعملوه برضه فيديو تاني بالخريطة كده باذن الله تعالى ده كده الكبري الذي جاي من القاهرة الجديدة بان kinj جنبه يعد الطريق الدائري الاسطي على طول بعد Deutschen بيكون مسجد الفتاح العليم وعي دهنا اليمين بيكون lace پس fingerprint بدا نظهر في الصورة مسجد الفتاح العليم من عنده كده بنبنى نكمل طريقنا لبنزايد احنا كله دلوقتي دخلين على محور بنزايد الجنوبي اللي احنا لسه مرهورك في الصورة اللي بنون الأحمر ده كده محور بنزايد الجنوبي اللي بنون الأحمر لسه مرهورك ده كده مسجد الفتاه العليم ع maravilh عشان ناسيتكم عارفة الدنيا و عارفة الخريطة و شكلها عامل ذاي و برده احنا بنشوف على أرض الوقت يبقى معانا الخريطة و معانا أرض الوقت ما. لو انا جاي من على طريق الأطمية علي attach السخنة الإنسان البنية ده وكده بدخل من على الطريق اللبنون الأصفل للدائر الأوسطي وبرضه بدخل من على نفس المحور بن زاد الجنوبي بوصل منطقة البرج الأيكوني. لو انا جاي من طريق سويس اللبنون بنبلي في الشمال ده. كده بدخل على محور الأمل اللي هو بالنون الخضر قدام حضارك هو ده اللي بيمشي من جنب مدينتي بوصل با. طيب. لو انا جاي بقى من الاقاليم من المنوفية شرقية اهلية من اي مكان في الاقاليم بنها بركب طريق الطريق الدائر الاقليمي اللي بنون اللي قدامكم ده كده اللي بنون البني ده كده وبقى مشي كده اه على طول بخش لحد ده كده منطقة حداقة العاصمة بخش لحد العاصمة الادارية هو الريك الكوبرى دلوقتي عليه ده كده بوصل لحد هنا منطقة البرج اللي يكون على طول بقى خش من على محور بنزايد الشمال بقى مباشرة ده كده الطريق الدائري الاقليمي اللي قدام حضراتكم ده كده الواسع الكبير اللي ماشي على التريلات ده وده كده منطقة المال والاعمال ظهرت قدام حضراتكم هيت ومنطقة البرج الايكون ده البرج الايكون قدام حضراتكم ده كده يبدأ كده لو انت جامل اقاليم من بنها منوفية شرقية بتاخد الطريق الدائري الاقليمي اللي وررته حضراتكم كده احنا شرحنا ازاي نوصل لمنطقة البرج الايكون منطقة المال والأعمال اللي بيزهر قدام حضراتكم في الخريطة دي طبعا منطقة المال والأعمال هي عبارة عن مليون وسبعمية متر مربع مساحة كبيرة جدا هيكون فيها عشرين برج من ضمنهم البرج اللي هيكون أطول برج في أفريقيا إن شاء الله تعالى هيكون ارتفاعها تلتمية خمسة وتمانين متر تسعة وسبعين دور يعني ارتفاعها هيكون تسعة وسبعين دور حاليا هم وصلوا لحد الدور الستة وسبعين بقى لهم ثلاث أدوار إن شاء الله تعالى ويكون كده خلص الأعمال الخرصانية فيه المكرر منه في نهاية عشرين اتنين وعشرين إن شاء الله تعالى ده كده البرج اللي هيكون قدام حضراتك هوت زي ما قلتلكم المفروض الارتفاعها تلتمية خمسة وتمانين دور هيكون أعلى برج في أفريقيا طبعا هو بيظهر من أي مكان دلوقتي في أي من أي مكان حولين العاصمة من القاهرة الجديدة من مدينة بدر من حدائق العاصمة بيظهر وظاهر طبعا المنطقة الخضر اللي حواليه دي دي منطقة المال منطقة النهر الأخضر أو الحدائق المركزية هنصورها لكم برضو دلوقتي وقدام حضراتكو كده البرج الايكوني ومنطقة المال والأعمال زي ما انتم شايفين كده الأرض الصفرة الصحرة بقت فيها أرض خضرة بقى فيها جنين ولسه هتكمل إن شاء الله تعالى قريب خالص طبعا هم حاليا بيعملوا عملية معالجة لمياه الصرف بيستخدموها في رفاي الحدائق دي كده لان طبعا المنطقة توبة كبيرة جدا وهي بفاك مية زرعة كبيرة جدا فهتحتاج مية كتير فطبعا بيستخدموا فيها وبيعملوا فيها عملية معالجة لمياه الصرف ده كده البرج الايكوني ودي كده منطقة المال والأعمال طبعا الحدائق المركزية ممتدة بطول 35 كيلو أو النهر الأخضر ممتدة بطول 35 كيلو من غرب العاصمة الإدارية لشرقها في بدايته طبعا مسجد الفتاح العليم في أقصى الغرب وبعد كده أداك منطقة المال والأعمال وبعد كده في عندي كومباوند جوهارة العاصمة ، وكمباوند سلي هنشوف الكلام ده دلوقتي حالا في الفيديوهات إن شاء الله تعالى ده كده كومباوند جوهارة العاصمة على نفس الامتداد بتاع حي المال والأعمال وظاهر في الصورة في نهايته منطقة المال والأعمال في النهر الأخضر بكل المنطقة اللي قدامنا دي كلها موجودة هتكون موجودة في النهر الاخضر واحنا هكون نعملين فيديو قبل كده سابع عن جوهارة العاصمة ممكن الناس ترجع له ان شاء الله بتاعي هنجيب كومباوند سيليا برضو عشان الناس اللي بعرفة النهر الاخضر وامتداد حي المال والاعمال ده كده كومباوند جوهارة العاصمة اللي لسه جايبينه في الفيديو من شوية وبعد منه كومباوند سيليا طلعت مصطفى دي مقوم سمية فدان ده كده اه قصد منه ارض المعارض وده كده اه منطقة البرج الايكوني وبحنا كده عارفين البرج الايكوني وبعد منه اه جوهارة العاصمة وبعد منه على طول كومباوند سيليا طلعت مصطفى كده على قدنا اليمين الكاتدرائية ده كده منطقة المستثمرين اه بعد على طول ده كده اه كومباوند طلعت اه سيليا طلعت مصطفى ده كده احنا موجودين في اه النهر الاخدر كده يبقى ده كده على قدنا اليمين كومباوند سيليا اه طلعت مصطفى ده كده اه بعد مباشرة كومباوند اه جوهارة العاصمة اللي على قدنا الشمال ده كده يبقى المطال اللي احنا موجودين فيها ده 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 منطقة النهر الاخدر على قدنا الشمال كومباوند جوهارة العاصمة اه على قدنا الشمال وعلى قدنا اليمين كومباوند طلعت مصطفى اه اللي هو على قدنا اليمين ده كده ده كده ده كده مساحة خمس ومئة في اه فدان فلات و اه اه عمرات سكنية اه طبعا ان شاء الله تعالى الكابلات ضغط العالي الموجودة دي الهوية دي ان شاء الله اللي مشاوها المنظر دي ان شاء الله هيستبدلوها في كابلات ارضية في محلق اه باسن الله تعالى ان هي طبعا ان شاء الله المنظر خالص